رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني وقد درس المجلس مشاريع القوانين التالية وصادق عليها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية الموقعة في نواشوط بتاريخ الرابع عشر سبتمبر الفين واثنين وعشرين تضع هذه الاتفاقية الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإشراءات الجنائية الخاطعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني وتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبية الموقعة في نواشوط بتاريخ الرابع عشر سبتمبر الفين واثنين وعشرين تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية وتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول تنظيم القضائي والتشريعي بهذا السياق سيستفيد مواطن البلدين في المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواشوط بتاريخ الرابع عشر سبتمبر الفين واثنين وعشرين تأتي هذه الاتفاقية لتضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين تتعاحد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب إضافة إلى الذين صدر ضدهم إجراء سالم للحرية متخذ من طلب السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل لسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة إن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصلي في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية النظمة لهذا المجال ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنوشوط في الثالث من ديسمبر عام 1969 وقدم وزير الشهر الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية والمركزية بيانا عن الحالة في الداخل هذا وعلق كل من وزير الإسكانية